السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم الفيتامين احنا هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة الوحيد اللي الجسم بيقدر يصنعه لأهميته الكبيرة معظمنا بيبقى عنده نقص في الفيتامين ده وهو مش عارف وبيكتشف بالصدفة لما يعمل تحليل لما بينقص في جسمنا بيدينا علامات بايه بتلاقي جسمك مكسر مش قادر تعمل مجهود الام اسفل الظهر الام في العزام عندك اكتئاب مريض السكر ومريض الضغط ومريض السمنة اللي بيعاني من زيادة في الوزن ومش عارف ينزل في الوزن فيه علاقة قوية جدا ما بين الامراض دي وبين نقص الفيتامين احنا هنتكلم عن النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة هو فيتامين دي هنتكلم عن مصادر الفيتامين دي واهميته ايه وموجود فين اكتر المصادر الغنية بالفيتامين دي وإيه الاخطاء اللي احنا بنعملها بتخلي معظمنا عنده نقص في الفيتامين دي اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كوب داية جديدة نعرف بها معلومة جديدة نغير بها حياتنا ايه اهم مصادر فيتامين دي رقم واحد طبعا الشمس الشمس بتيجي على الجلد بتحول الكوليسترول لي فيتامين دي فكل يوم لو نص ساعة او تلت ساعة للشمس انت اخدت فيتامين دي طيب ايه تاني الدهون الحيوانية طبعا غنية بالفيتامين دي كل الدهون بيكون جواها فيتامين دي طبعا زيت كبدا الحود اغنى حاجة فيها فيتامين دي طيب ليه بنقول فيه علاقة ما بين مريض السكر ومريض الضغط وزيادة في الوزن اللي مش عارف ينزل في وزنه وما بين الفيتامين دي لان باختصار الفيتامين دي بيخش في اكتر من الفين وظيفة هو بيشتغل على كل خلايا الجسم فبالتالي هو مهم جدا احنا بنسميه بري هرمون يعني ايه يعني بيدخل في تكوين كل هرمونات جسمك فالفيتامين دي مهم جدا لكل الوظائف بتاعة جسمك عشان كده بنقول فيه علاقة قوية ما بين الامراض دي وما بين نقص فيتامين دي طب ليه معظمنا بيبقى عنده نقص في الفيتامين دي اربع اسباب مهمين قوي رقم واحد ما نتعرضش للشمس فبالتالي ما بناخدش مصدر الشمس انه هو ينشط وينكون الفيتامين دي رقم اتنين معظمنا بيقع في القصة دي والحد وقتنا هذا القنصبت ده او الثقافة دي موجودة ان احنا بنخاف من الدهون وبنهرب من الدهون ونروح للنشويات عادي جدا عشان خاطر ان احنا خايفين ديت في الوزن او الدهون مدرة فبالتالى نروح نحية الزبادي خالت دسم وكلمت في القصه دي قبل كده وده مصصح لان انجت دلوقتي شلت الدهون ورايح كل حاجه خالت دسم خالت دسم وبتهرب من من الدهون اللي موجوده جوا المنتجات الحيوليه يبقى حضرتك كده مش هتاخد فييتامين دي اذا كان فييتامين دي اصلا جوا الدهون فانت لما هتشلوا الدهون هتاخد فييتامين دي منين ده بالعكس هلم هما بيشله الدهون اللي هي اصلا مفيدة وجواه فيتام دي خدت مكانه ايه يعني انت خلاص مش عايز الدهون ومش عايز فيتام دي خدت مكانها السكر وهو لما يشلك الدهنة ما لازم يحط حاجة مكان الدهون عشان تعرف تاكل الزبادية او تشرب الحاجات اللي هي بتبقى خالية الدسم فالثقافة دي غلط لحد وقتنا هذا الثقافة دي موجودة ان احنا بنخاف من الدهون ونروح نشيلها وناخد بدلها تاني اللي هو السكر فده مش مظبوط ومعظمنا بيقع في الغلطة دي وبيروح ناحية الحاجات الخالية الدسم فالفيتام دي موجود جواه الدهنة فده للأسف عايزة الكونسبت ده يتغير والثقافة دي تبقى مش موجودة معنا ونبقى فاهمين ان الدهون ملهاش اي رسبونسة اصلا على الانسولين وان الدهون مفيدة جدا لجسمك الدهون مفيدة طبعا بتكلم عن الدهون الصحية مفيدة جدا للجسم يبقى دي تاني غلطة معظمنا بيقع فيها ونتيجة ده بيبقى عنده نقص في الفيتام دي ايه تاني الناس طبعا ما عندهاش مرارة بيبقى ما عندهاش فيتامين دي لان هي اللي بتهدم الدموت فبالتالي انت ما عندكش مرارة يبقى انت ما عندكش فيتامين دي وطبعا الناس اللي ما عندهاش مرارة لازم تاخد املاح مرارة طيب اخر حاجة بقى بتأثر ان انت بيبقى عندك نقص في الفيتامين دي الاسترس لو انت دايما تحت ضغط عصبي على طول لفترات طويلة مش يوم او يومين انت دايما تحت ضغط عصبي ده بيخلي عندك نقص في الفيتامين دي ليه بقى؟ لان فيه علاقة ما بين الكورتوزول والفيتامين دي انت لما يبقى عندك ضغط عصبي على طول الضغط العصبي بيعلي حاجة اسمها هرمون الكورتوزول الفيتامين دي والكورتوزول شبه بعض فلما ساعتها يجي الهرمون الكورتوزول هو عالي في جسمك فيبدأ يسد الريسبتور اللي هو المستقبل موجود على الخلية اللي بيستقبل فيتامين دي هو شبهه فيخش على الخلية يقوم قافل الخلية او قافل الريسبتور ده او المستقبل ده يجي يدخل فيتامين دي الخلية ما يعرفش يخش لان هما الاتنين شبه بعض فخلاص الكورتوزول قافل مش هيعرف يخش الفيتامين دي يعني حتى لو انت بتاخد الفيتامين دي او بتهتم بالمصادر فيها فيتامين دي وانت عنده ضغط عصبي الفيتامين دي مش هيشتغل مش هيخش الخلايا فالنقطة دي برضو مهمة جدا عشان معظمنا بيقع فيها يبقى 4 اسباب دول هم اللي بيخلوا عندنا دايما نقص في الفيتامين دي طيب الفيتامين دي ايه اهميته او ليه احنا بنقول ان هو مهمة جدا في وظيفة مهمة جدا لازم كلنا نبقى فاهمينها عن الفيتامين دي ماينفعش ان احنا نتكلم عن الفيتامين دي من جير مي نبقى فاهمين السايكل دي كلنا بنبقى معتقدين ان هشاشة العظام او امراض العظام هي مرتبطة بس بنقص الكلسام الكلام ده طبعا مش صحيح لان في اتنين فيتامينز تانين مرتبطين بالدورة دي بيكمل دور الكلسام يعني انا اخدت كلسام من بره ايا كان السورس ان انا باخد منه طيب ايه اللي بيخلي الكلسام يمتص وبيسهل امتصاص الكلسام ويخش الدم الفيتامين دي الفيتامين دي اللي بياخد الكلسام يدخله لحد الدم يعني انت لو عندك نقص في الفيتامين دي اصبح عندك مشكلة في امتصاص الكلسام طيب وصل الدم انا عايزة ارصبه على العظم وعالسينين ايه اللي هيكمل الدورة؟ الكلسام الي بيقوم ياخد الفيتامين دي من الدم يرصبه على العظم والسينين عشان كده بنقول مهم جدا ان الفيتامين كيتو والفيتامين دي يكملوا دور الكلسام عشان مشاكل العظام وهشاشة العظام والام الضهر طيب فيه برضو فيتامين مهم جدا اللي هو الفيتامين F لو احنا خلاص الكالسام وصل الدم وفيتامين D وصله اللي بيرصبه على الجلد هو الفيتامين F فانت لو عندك مشكلة في ان انت بتستحملش قشعة الشمس التهف في الجلد على طول يبقى انت عندك نقص في الفيتامين F فمهم جدا نبقى احنا فاهمين السايكل بتاعة الفيتامين بتاعة الكالسام عشان خاطر كلنا بيبقى معظمنا معتقد ان الام العظام او مشاكل هشاشة العظام لها علاقة واحدة بس بالكالسام طيب احنا محتاجين فيتامين D قد ايه الفيتامين D مبدئيا لما تيجي تعمل تحليل بتاعك لو هو أقل من 50 فاذا انت عندك نقص في الفيتامين D وقلنا قبل كده ان هو فيتامين بيتوف في الدهون وشرحنا قبل كده في حلقة الفيتامين الفارق ما بين اللي بيدوف في الماء وبيدوف في الدهون فلازم ما نديش جرعة كبيرة منه او ما تبضلش ماشي بيه على طول ان بيحصل صمية في الجسم فلما تحليلك بيكون اقل من 50 فانت انا محتاج تاخد فيتامين D وناخده في صورة فيتامين D سري او من خلال الشمس طيب بناخد قد ايه كل يوم محتاجين من 1200 ل2000 واحدة يوميا جسمك بيكون محتاجة وطبعا لازم تكون بتابع التحليل او تحت اشراف طبيب لان زي ما احنا قلنا ده من الفيتامينات اللي بيدوف في الدهون نقطة اخيرة عن فيتامين D احنا قلنا ان هو بيدوف في الدهون فلما نيجي ناخده ناخد معه دهون عشان يساعده على الامتصاص ويديله زقة كده ويمتص على طول زي زيت الزتون زيت جوزليند الحاجات دي هتساعد لفيتامين D سري اللي احنا ناخده ان هو يمتص وناخده بالنهار كده احنا خلصنا حلقتنا النهاردة يارب بتكون الحلقة مفيدة انا حاولت اجمع لكم كل حاجة عن فيتامين D عايزين نشاير عشان كل الناس تستفيد لان معظمنا مش عارف المعلومات دي عن فيتامين D واستنوني الحلقة الجاية واشوفكوا دايما على خير يا رب